أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قرية مكتملة الأركان لدعم تنفيذ الجهود التي تستهدفها وليكن ذلك من خلال مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكي أكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطور التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ودعم جهود مصر الحثيثة في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة هذا وشهد اللقاء تبادل وجهة النظر حول مجمل القضايا الإفريقية في ضوء القمة الأمريكية الإفريقية الحالية كما تم تباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النظر الإثيوبي حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة للحفاظ على الأمن المائي لمصر وعدم المساس بتطفق المياه في نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكية دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خاصة ما يتعلق بالشق العسكرية وكذلك على الصعيد الأمني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن وأوضح متحدث الرئاسة أن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون مؤكدا التقدير البالغ لجهود الرئيس السيسي الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة ليس فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا بل على المستوى العالمي وتجاه مختلف القضايا والأزمات الدولية هذا وشهد اللقاء التوافق على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم مسئلياتهما وجهودهم المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط هذا وحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفريقة المشاركين في القمة الأمريكية الإفريقية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن شهد مركزاء خميم وتهطى بمحافظة سوهاج أقد حوار المجتمعين ولقاء جماهيري حاشد للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات وقال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج محمد كمال إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف أيضا على أرائهم ومقترحاتهم حول مبادرات المشروع عرض الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي فكرة مشاركة الرياضيين الروس تحت أي لفتة ولو كانوا كمحايدين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 مؤكدا أن كل أعلامهم ملطخة بالدماء وقال زلنيسكي أن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إذا أما وصفه بإنية اللجنة الأولمبية الدولية لسماح للعبين روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحاول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية وبحسب المصدر فإنه من شأن هذا الدعم العسكري الأمريكي أن يتيح درجة عالية من الدقة في الاستهداف لدى الجيش الأوكراني الذي يفصله أكثر من شهرين عن إكمال عام من مواجهات العمليات العسكرية الروسية أعلن مجلس الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس محذرا من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادة هذا كما رفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية في أعقاب قرار المجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس القدر وأيضا رفعت السعودية والإمارات أكبر أكبر اقتصاديين في المنطقة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس رياضيا فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد وسجل كل منا تيوه هرناندز وكولوم واني هدفي منتخب الديوك الفرنسي ليضرب موعدا مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 الأحد المقبل وذلك على ستاد لوسيل هذا وسيلعب المنتخب المغربي والذي قدم بطولة رائعة أمام نظيره الكرواتية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع السبت المقبل على ستاد خليفة دولية انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل